موسيقى مشاهدنا رجعنا قبل الفاصل الخليفة قال لا تغضب وانا بقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه كلمات تلخص العديد من المواقف اللي نتعرض لها في اليوم عدة مرات قد يكون فقد نغضب من أدفع الأشياء وينقلنا الأمر لاستخدام ألفاظ نابية في بعض الأحيان لا تعبر حتى عن شخصيتنا السؤال هل هناك شيء في الحياة يستحق كل هذا الغضب فرفقا بأنفسنا رفقا بأكيد ذواتنا لأن خاصة في ظل ما نشهده من كثرة ضغوطات الحياة واللي بمجرد التفكير بها توصل أصلا لضغط وحدود مرتفعة فأنت مو محتاج أي شيء زيادة يزيد ضغوطك عن غضب وسماته وكيفية التعامل معاه اليوم في استوديوهات الضفرة ومن مساء الإمارات بنتحدث مع الاستشارية النفسية رشا رحيم مساء الخير مساء النو يا مرحبا وسهلا فيك استشارية منسميت ما نقدر نسميج دكتورة منسميج استاذة حلو الكلام؟ أنا تكلمت وقلت لا تغضب فالغضب تعريفه في الناحية النفسية شو؟ أوكي مثل ما قلت تعثون أن الغضب شعور شعور طبيعي وصحي وما هو سيء ولكن كثرة الغضب يمكن هو اللي بتكون سيئة أو تعبير عن الغضب من ناحية النفسية إحنا بنفهم أن الغضب هو مسبب الانزعاج ولكن هو ردة فعل آلية اندفاعية لحماية النفس عن خطر يكون حقيقي فعلا مثلا شخص قاعد يهجم عليك فتحس بالغضب هذا يساعدك أنك تواجه أو ممكن يكون هذا التهديد شيء غير فعلي شيء غير حقيقي وهمي حدا مثلا يقول لك كلمة تخلي عندك تفكير بنفسيتك أو بثقتك بنفسك تهزها شوي فتغضب فيكون الخطر وهمي أو يكون حقيقي فساعتها إحنا بنستعمل هاي نسميها أو آلية دفاعية نستاذى رشة خلفيات الغضب تأثر من شخص لآخر بمعنى هل أنا درجة الغضب عندي في موضوع معين قد تختلف عن درجة الغضب عندك في نفس الموضوع يعني خلفية الثقافة العقلية الشخصية العقد النفسية في بعض الأحيان ممكن تأثر على كيف أفهم الأمور وكيف أدافع عن نفسي فيها أكيد 100% اللي يغضب إنسان مو اللي يغضب إنسان مسببات الغضب مختلفة لكل شخص أكيد فإذا نتكلم عن المسببات يعني اللي إحنا بنشوفها شاملة في علم النفس أو في مجال علم النفسي نمبر ون اللي بتجينا اللي هو الإحساس بالانفيرنس بالعدم العدالة أو بالظلم لما الإنسان يحس أنه ينظلم بغضب بفور ما يتقبل أو مثلا عدم الاحترام أو الانزعاج أو الارتباك مرات واحد يغطي الارتباك بالغضب أو الإحباط في مأمرات مثلا هي تكون عدة فعل لأن إنسان شخصيته حادة أو اندفاعية فإسلوبه شوي يبين هجومي أو مندفع فيبين بإسلوب غضب ولكن حسب الشخصية ذا الإنسان هادي ورائق ما يغضب بسرعة ذا هو إنسان اندفاعي أو هجومي أو عاطفي زيادة تلاقي عواطفة بكل المجال يعني مو بس الغضب بيبينها بسرعة صحيح تأخذ عواطفة حتى نحن نقول عندنا يعني في البلاد يقولون فلان دم حار وفلان دم بارد صحيح يعني يا نيال اللي دم بارد هي والله دم بارد شو استاذا هو هذا تكنيك هو يسويه والله هي انتقلت شرعة من رب العالمين طبيعتها طبيعتها مثل ما قلتو هي طبيعة يعني هي لها علاقة بالتربية في البيئة المنزلية أهلك كيف كانوا بيعبرون على الغضب إذا هم من نوع الرايقين هذين بيحلوا مشاكل ومكتفاهم ولما ينتقدون ينتقدون بدون شراسة أو بدون عنف بينتقدون انتقاد بناء إحنا نسمي ساعتها انت تتكون عندك الآراء والأفكار عن الغضب بهذه الطريقة أنه ممكن يكون صحي ولكن إذا انت تعيش حياة كلها صراخ ومشاكل وتنشن وممكن انثبات الغضب يكون غير صحي تنبني عندك فكرة وتصير تطبع لكن حتى الشخص البارد غير صحي أنا أحس خليفة أستاذة رشا يعني الغضب قلتي في البادئ الموضوع أنه شي صحي وإنسان يشعر به مع مختلف المشاعر اللي يحس بها الإنسان فالغضب اليوم يكون متوازن المفروض هو شي طبيعي وصحي البارد هذا أحسه بيدو إحساس لس؟ لا بالعكس هو بيشعر بالغضب ولكن يمكن ما يعبر عن الغضب طبعا الإنسان الهادي اللي ما يبين عنه بيكبت بيكبت مشاعر بس إذا كبت يبلأ أمراض صحيح يعني بدخل في قولون بدخل في دنيا وصجاع وتشنجات طلب وأنزيمات وحاجات كثيرة صحيح صحيح إحنا بالعكس إحنا ما نشجع أن أنت تكبت الغضب وما تعبر عنه بالعكس إحنا نشجع ونعلمك استراتيجيات ومهارات كيف أنك تعبر عن الغضبك بس طريقة صحية وهادية ومسيطرة وما تحتاج مثلا تجرح مشاعر آخرين وما يحصل ألفاظ مثلا تندم عليها بعدين تكون بمتزان يعني يعني تتمالك هذا الشيء اللي هو الحليم أي الحكي يتمالك نفسه عند الغضب شخص الحليم بس بش البارد أنا أقفرق بين البارد والحليم هناك فرق بينهم صراحة ولكن أستاذة أنت تعلمين كيف أنه يغضب ولكن أنا باتش تعلمني أنا بالفعل كيف أقدر أني أدير غضبي أنت ما تغضب أنت شوفيني أنت شوفيني أنا من النوع ممكن يضحك وايد يسولف وايد يعني يعني بلهجتكم أتغشمر يعني هواية فأبغي أعرف لما عصب يعني يتين العصبية خلاص ما أقدر أكلم أحد منه جدامي عادي أضربه أوكي فأنت تتكلم عن كيف يعني إدارة الغضب أنت قلت نقطة كثير حلوة المزح النكتة مرات تشيل الجدية من الموضوع بس مو دايم بحسب الموقف حسب الموقف مش دايم معاك حق لأنه بيتحول ساعتها إذا إلى الساركازم والساركازم إذا مهرج بيقولوا نتغطي المشاعر حتى الناس ما بيعدون أنهم مم يحترمونك ممكن بسبب أن خلاص أنت أوفرت في موضوع الغشمرة لا بس إدارة الغضب لها أنواع لما واحد يجيني في جلسة علاج نفسي وعنده مثلا مشكلة في الغضب بنبتدي أول تغيير نظرة التفكير عن المسببات الغضب أول شي لازم يفهم شنو اللي يسبب للغضب هل هو عدم الاحترام هل هو الإحساس بالظلوم لازم هو يعرف ايه لازم يعرف شنو المسببات لما يعرف المسببات أو يقدر يتفاداها أو إذا ما يقدر يفاداها مثلا بالعمل كيف يتكيف معها وكيف يعبر عن نفسه بطريقة صحة وكيف ينظر الموضوع بطريقة منطقية يقدر يشرح الموضوع ويفهم ليش أنا قاعد أغضب يسأل نفسه أسئلة إحنا بنسأل هي طب هل هو الموضوع يستاهل إذا أنا أتصرف بهاي الطريقة شنو عدة الفعل إذا أتصرف بهاي الطريقة شنو عدة الفعل ساعتها تقدر تعف توازن من السلوك الصح عند الغضب والسلوك اللي ممكن يجيب نتائج سلبية لأنه بالشعورة وهو شعور يحميك من الخطر أو يحميك من التهديد ولكن إحنا مرات نشوفها بمواقف غير فيها خطر ما فيها خطر ما فيها تهديد لإلنا نعم لأني أنا بعد في بعض الأحيان سحبيني بقاطع جستاذ دراسي في واحد من قد قولي السلام عليكم لماذا سلم علي بيقولك يعني في ناس كذلك هذا الشكل عنده مسكلة نفسية أو يومه معكة أو ملاجة زعبان لا لا دائما يعني عصبي أنا صحي بلغت فيها ولكن أنا بالفعل يعني واجهت ناس من أدفه الأسباب ممكن يسوي لك مشكلة ويقوم يعني يعصب ممكن تفقدين أنتي علاقتك فيه بسبب تافه يكون هو اسلوبة اندفاعي وفيديومي وعنيف وهذا على مجال طبعة وحياته كلها تلاقي كذا في المنزل ومع الموظفين بس هذا محد يتحمل يكون صعب التعامل معه لا ولكن انتوا قادرين أن أنتوا تتصرفون بطريقة إيجابية وصحية وتعبرون بمشاعركم بطريقة صحية ما لكم علاقة في الآخر زي الأستاذ الرشاة قلت أن الشخص لازم يعرف ما له وما عليه شو اللي يزعجه لأن نصف العلاج الاعتراف بالمرض يوم أنا أعرف شو فيني أعرف أعالجه المعقد في الحالات اللي لا يعترف ولا يعرف شو حلوله كالدكتورية أو كاستشارية نفسية كيف يتم تعامل معه إذا قصدك مكثلة يكون فرد في الأسرة أو شريك حياة هو مو معترف أصلا شو اللي يغضب أو كما قلت نصف العلاج الاعتراف بالمرض هو ما وصل لهذا النصف إحنا النقطة المفيدة والمهمة كثيرة بالعلاج النفسي الوعي إذا ما في وعي أن أنا عندي مشكلة أو في شي مش صح بدي أصححها أو أطورها ستكون في صعوبة في الموضوع في بلوك يحصل في بلوك للعلاج النفسي يعني أنا بيكلموني مرات أشخاص يبوني يجيبون أزواجهم ولا أحفادهم ولا أولادهم بس الأشخاص ما محترفين في غلط ما محترفين أنا وردت فعلهم ساعتها أنا أرشدهم أو أوجههم كيف يتكلمون مع هذا الشخص ما يبينونه لأنه مريض أو عنده ضراب أو عنده مشكلة بس يسوون الموضوع الطبيعي ويشحوا بطريقة كلش طبيعية ويساعدوا أنه ممكن يتجه لأحد أنه يتكلم عن الموضوع يفرغ عن طاقته السلبية ممكن عنده ضغوط نفسية تأثر على أسلوبه في التعبية والكلام والنرفزة وهذه الأمور يعني أنا أقدر أوجههم بس أن أنا أخصبهم أن يجوروا وهم ما عندهم وعي أصلا هاي صعبة واجهتي ناس ما عندهم أصلا إيمان بالدكتور والاستشاري نفسي يقول لك هذا جنون شو أنا مينون واجهتي هالنوع؟ كل يوم، كل يوم بواجهة لأنه مرض نفس أي خصائي آخر نفس أي دكتور عضوي أو باطني خديجة ما أنت في النهاية تأخذين في بعض الأحيان غير الاستشارات طبعا في بعض الأحيان تأخذين أنت دوة تابلتس بالضبط يهديلك وارض كثيرة مرضا صحيح منظمنا حتى أمراض عندنا تزيد أو تتفاقم بسبب العصبية مثل القلون صحيح يعني مثل جسم يتعب العقل والذهن يتعب النفسية بتتعب والمشكلة لأننا في البلدان العربية بعد فكر العلاج النفسي أو الطب النفسي لسه عليه بلاك دوت لسه في مستحبي لا وإذا شاف واحد يقولوا مينون مجنون مجنون للأسف نحن نشرح هذه الطريقة أنا بصحح لما يوصلني مكالمة أقول لهم شنو طيقة العلاج شنو نوعية العلاج شنو ممكن تضمن العلاج شنو الاستراتيجيات التي تتبعها فالمعلومات أو المعرفة أو القراءة بتزيد شوية من التقبل صحيح بس أنا أحس أن بعد علاجكم كاستشاريين نفسيين يكون كوتشنج معظمة والحين الحمد لله بدأ موضوع الكوتشنج عندنا دارج حاليا يعني دارج حاليا أني أنا أروح أحكي لي قصتي على أساس أنه يساعدني لايف كوتشنج جميل ولكن شو ضرورة أستاذة أني أنا أهذب ألفاظي أو في مشكلة ثانية عندنا ميطيح في مشكلة والله العظيم ما سويت والله هو تذاب سوى أصحاب اليمين هذه هذه مشكلة حلفان اليمين والله أعتقد هذا الموضوع موجود بالكولتور العربية البيئة العربية لأن أنا ما قاعد أشوفها بالغرب اشتغلت في الغرب وما شفتها بالغرب يمكن يكون نابعاً تثبت مصداقيتك أو عندك عدد ثقة باللي أنت قاعد تقوله فمحتاج أن أنت تحلف اليمين أو ميدي أنت قاعد تكذب فاهم قصدي فتحاول أن تثبت مصداقية الكلامك بالحلفان أو وحيات أمي أو بحيات فلان حد عزيز عليك أنا شايفت أبداً مظوري فيه تكليف كثير أنت أشرح وجهة مظرك والإنسان الثاني إذا ما يصدقك هذا يرجع لإلى لا يوجد داعي المبالغة في الكلام مرات لأن الشخص يهمك فتبالغ تكون هذه الحماوة لأن خاطرك يفهم في الختام أستاذ رشا ضغوط الحياة لا مفرع منها وموجودة من كل المجالات والأصعدة كانت المادية الاجتماعية النفسية إلى آخر حالة التوازن من بين ضغوط الحياة في هذا العصر السريع ومن بين توازني أنا النفسي كيف ممكن أني أحققه بأقل الخسائر أنت تتكلمين عن الضغوط النفسية طبعا كثير بتأثر على حالتنا نفسية وتوازننا وانفعالنا يعني إحنا مجرد إذا عندنا بحياتنا أو ضغط نفسي بحياتنا بنكون منفعلين بنعصب بسرعة بنرفز بسرعة بنقول كلام حاد فإحنا لازم ننتبه على هذه الأمور كيف ننتبه عليها الأمور اللي إحنا ندمجها بالعلاج النفسي كيف أنك أول شي تفهم نفسك تعرف نفسك وتعرف نفسك وتعرف تتعامل مع نفسك وتهتم بنفسك اهتمام شامل يعني صحة جسدية الرياضة كثير مهمة تقلل التوتر والقلق والسترس مثلا أنك تنام زين تاكل زين كمان عندك الصحة النفسية أو العاطفية يكون عندك أصدقاء تعرف تفرغ تعبر عن عواطفك ما تكبت ولكن لما تعبر تعبر بطريقة إيجابية ما تعتدي على أحد صح؟ وكما طبعا بطريقة اجتماعية يكون عندك حياة اجتماعية مهارات يكون عندك هوايات يكون فيه توازن بالحياة لما يكون فيه خلل ما فيه توازن أعتقد هنا المفتاح لأنه اللي يحب نفسه الكل رح يقدر يحبه وسيستطيع أن يحب الأخرين مئة بالمئة خديجة أنا مع الشخص اللي يراجع الطبيب أو الاستشاري النفسي أنا بعد شكرا الاستشارية النفسية شكرا رحيم نحن استمتعنا معاك شرفنا شكرا لتش